السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبه بكم في قناتكم مطبخ تيما فيديو جديد واليوم ان شاء الله مع طبق محبوب عند كل مغاربة اللي هو الفيسة المغربية التقليدية بلمسة عصرية طبق ضروري منه في النفاس او السبوع وكذلك في المناسبات والعراضات غادي نقدم لكم اليوم بطريقة مبسطة ومضاق ولا ارواح مع جميع اسرار طبقات المحترفات في هالطبق هدا وسر لده ديالو ديال تريد باش يجيكم ورق وسهل في التحضير ديالو ضروري تتبعوا معي الفيديو الاخير لانه فيه تقنيات هي سر لده ديال هاد الوصفة هادي وتقدروا تسمعوها الاول مرة فكيف العادة شجعوني بلايكاتكم وتعليقاتكم ليك تفرحني بزاف بزاف وكنشكركم عليها من القلب ويلا كانت اول مساهدة لكم من القناة فالف الف مرحبه بكم ضغط زر اشتراك فعل الجرس باش توصوه بجديد كل وصفات ان شاء الله فكام ذو بسم الله اول حاجة بالعجن ديال تريد قدرت قريبا سبعة الكيسان ديال دقيق البيض مع سبعة الكيسان ديال دقيق الفينو ضفت عليهم الملح ضفت عليهم معفوان القالين من باش نكه العجين العطرية ديال راس الحانوت ممكن تصغنو عليها يعني كتبقى اختيارية فقط وممكن تضفو حتى شوية ديال السمن غادي انمدك نجمع بالماء العادي ديال الصنبور إليك اللحى البارد فديروا المدافي غير غير غا نجمعو الهجينة ما غاديش ندلكوها كنحصل عليها بهات الشكل هذا انا فوضت فيها الماء واحد شوية باش ضغيه ترخفليه وتعتنطه وغادي ندهنها واحد دهنه خفيفه بالزيت باش ما تلصقش ايه من نغطيها بالبلاستيك وغادي ناخت بلاستيكا نجمع هاد العجينة مزيان ونوضعها فيها ونخليها نزمتها إلا كاللحى البارد وحضر شو في هاد الوصفة هادي فديروها في شي علبة محكمة الاغلاق ولا ديروها في شي طنجرة ديال الضغط هاد البلاستيكا هادي باش فيساع كتتتلقي لكم دابر الحال سقون فيساع غادي تعتنطه غادي ندوزه جانبا باش ننتبلو ادجاج عندي هنا ثلاثة ديال دجاجات الى كان بلدي كي جي من الافضل هو اللي كي تواتم عرفيسة وكي بقى عساني دجاج على حسب الضوء ديالكم ولي حسب شو ما عفون ش كتفضله غادي ندير هنا يا كاس ديال ما غليان دارت في شوية ديال الزعفران شعره وضعته جانبا باش يدفه وكننا اخذ الملح الملح انا كندير في رفيسة للملح الكافي عارفة قياسي ديال الملح باش الدجاج ميجينيش باسل يعني مني طيب يطف هو هادك في الملح ديال ولكن يلا كنتو غاسين دجاج بالملح بزاف فحاولوا تنقصو حتى تشوفو خصوصا المبتدئات نقصي حتى بنيت طيبي وتجي في الغلية دوقي المرق ويلخصو الملح زيدي غادي نضيف ايضا معلقة كبيرة معمرة جيدا من الكوركم معلقة ممتلئة جيدا من زنجبيل معلقة كبيرة معمرة وتقدروا تمشو حتى معلقة ونصف ملقه زبريا بس ليكو المطحون معلقة ايضا من العطرية ديال المساخن ونضيف معلقة كبيرة ديال السمن ونضيف معلقة كبيرة ديال الزعفران جوج وممكن كيف كتلكم إلا ما بوقتوش تديروهم تزيدو في الكيمية ديال الزعفران وديرو شوية ديال ملوين غدائي حيث الدجاج مخصوص يجيو بيد يعني خصي تجيل مرقه صفره كان ناخد هاداك الزعفران كان نضيفو وكان نزيد ما من يعني مننا روبيني باش نبرد هاداك نضيفو خلط الخليط حيث المادية الزعفرانكي يكون سخون وباش الدجاج يترب ليه تتبيل كان ناخده كل الدجاجة كان ديرو فاتف ليحات من صدر وحتى من صدر من الداخل غير ما نضربوش العدم باش نهارسو غير في البلاصة ديالها برا وكان بدو كنتبلو هندخلو لها بلفخات ديالها كذلك دوك الفتحات لدرنا وإلا عندكم تجاجة يعني عندكم هاداك تقب مقاد لي غا تخشيو فيه فغا ديتخشيو فيه الرجلين ديال جاج انا بني سبالي شريتهم هاك يعني حيدوا لي ديال بلاسة فكندير كل جيهة كندير فيها تقب وكندخل فيها الرجل الأخرى هكا بالخلاف ومن بعد غا دير ربطهم حي الضروري غا ديتحلي ديال جلدة فمن بعد غا دير ربطهم باش يبقوا مجموعين غادي نعود نكرر نفس المسألة هنا رفلح تجاج غير كنعود نوريه لكم قدامكم رفلحه من الداخل بقالية غير برا كنتبلو مزيان كامل من جوانب كاملين وحتل داخل دياله كندير فيها كالعطرية باش يجي منكه وغادي ندير فيه تقب في الجوانب ندخل كل رجل بها تشكل هادا يعني هادا غير حل بالنسبة لأخواتي لشتروا الدجاج كين في بعض الأوقات مولدجاج كيحيد لك هذيك البلاسة فكنقضيو الغراد مش ممكن من بعد غا دير ناخد خيط غدائي وغادي نربطهم ماشي بدارو الخيط هكا غير الخنشة ديال بتقيق راسبق لي وريةها لكم ففا الدجاج محمار الخنشة ديال بتقيق ركن نحيد لدى ذاك الخيط دياله كنجمعه من بعد كن كن نربط بيه لما كانش عندي الخيط غادي نرقدهم هكا مزيان ونخليهم باتوا غايجي حسن على الأقل مدة ديال ثلاثات سوية ساعتين باش دك الدجاج كيجي منكه مزيان وكيشرب لي نالقوان إلا درشو هاد شي بليلو بيتو كيجي أفضل كنرجع لعجينة يعني كنرجع لعجينة كنلقها ترخفات وكتشد لك غير راسة كنبدأ كنشكل فيها كوائرات إلا عندكم المقلة صغيرة فاديروهم قتل مشماشة يعني كوائرات اللي هما صغيرين عندكم مقلة كبيرة كيف هتشوفني أنا اللي غنخدم فيها فغادي تكبروهم هكا واحد شوية كندنهم بالزيت نغلف عليهم ونبدأ بأول كورة حيث الحال السخون راه في ساعدك الكورة كتشد لك أنا كنستعين دائما كيف سبق لو درت معاكم السنين هادي كنستعين هكا بالورق ديال كنقطعو بالقطر ديال المقلات وكندهنو بالزيت باش للسقلية في سطح العمل كناخد كورة ديال العجين وكنبدأ كنطلق بها فقط بالسعانة بوحد الكمية ديال الزيت كنطلقوها هكا بصنك ليكون يجي رقيق يعني تجي شفافة بجي واحدة على واحدة من قطعوهم كيجي دك المسمن رقيق يعني ميجيناش مع الجنف العدة وبنسبة لأخوات لي ما عندهم شوارة طهيرة ممكن تطلقوها هكا وتهزوها مباشرة وتضعوها في المقلة عندي المقلة تقيلة درتها على النار على النار اللي هي مهيلة حتى السخنات كنا نحط الحبة اللولة والورقة ديال الطهي كنساعدكم انكم كيف حزيتوها كيف كتحطوها وكمش نطلقو واحدة اخرى وكنجي نحطها عليها هنا النار اللي قاتلها يعني بحل الشمعة مهم خليت المقلة حتى السخنات مزيان وكنبقى كندير واحدة على واحدة حتى نوصل السادي الورقات سبعاد الورقات موما على حسب انا ديك ساعة شحال بلية غدي ندير من بعد اني كنشوف ندير مثلا هكا ثلاثة كيشرب شربو الطياب كنقلبهم ونبدأ نحط على الجهة الاخرى ويلا شوشي واحدة شربات لكم الطياب فاحيدوها ودائما نحدكم منديلو بلاسيك يعني كنديرو في منديل وكنغطو بلاسيك غدي نبقى غدانا بحال هكا كندير مثلا نستدل ورقات سبعاد الورقات وكنفرقهم ويلا بانت ليش واحدة ما طيباش انا كنبغان نحمرهم واحدة شوية ما بعد لغادي نديرها غدي نزيد لهم التحمر وغدير شوية ديال الزيت الاشت المقلة ديالي بدت تكتلصق او لو ان شفعت كنوضعهم هكا كاملين في 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 شي شي اسنو شي صحن ولا شي قصرية كيف ما درس انا وكننا نغطيهم بمنديل مزيان على درس منديل فوق منديل وكندرس عليهم بلاسيك باش الهواء ميدخلش ليهم مزيان ويبقوا ليهم مقرمشين الى عندكم شي واحد كي عاونكم فانتو ما كديرو هو كي قطع انا بنسبة لي حتي ادي بوحدي فبقت حتى كملت الكمية ومن بعد كنوريكم ههنا كنقطعها بالمقص كنقطعها في رقيقة كل ما قطعتوها رقيقة كل ما كتجي احسن وكتجي حتى في المنظر ديالها زوينة غدي نكمل الكيمية كلها وندزول لنسبة للجاج بالنسبة للجاج فاخديت احنا جوج حبة ديال الباصل غدي نطحنهم مزيان ممكن ديروا واحد كاست الماء وطحنهم في مولينك سينما عندكم مش لها شواخ هاد البصلة محتاجي لها احنا تكون هكاك مطحونة يعني منيلة من بعد كنناخد البصلة حمراء والبصلة البيضاء كننقطعهم مجوانح وكننغلب الحمر على البيضاء كندير تقريبا تمام واحد نص كيلو ديال البصلة اللي مقطعين عندي هكا جوانح رقاق وكنناخد الجاج ديالي كنصفه في طنجرة ديال الضغط ما كنديرو لا زيت لوالو حيت زيت ما كيخليش الجاج يشربلين هكا القوان خصوصا لما كنش يعني مرقد بززاف حيت انا كيفكت لكم خليتوا غير اعلامة طي كيفكت تريدت قريبا مدة ديال واحد ساعة ساعة ونصف ديست لي هو رجعت لي كننضيف هاديك الحبة ديال البصلة اللي كتكون مني لو كتلكم هييرا من اسرار لده ديال رفيسة كنقلبت جاج ديالي كنضيف واحد الربطة ديال المعدنوس ما كنديروش لقوزبور لانا درنا القوزبور يابس كنضيف واحد الحبيبات ديال الحلبة ركعتو غير النكهة ما كيعتوش ريحة الناس يعني اللي كيخافوا من ريحة الحلبة وخييرا انا بنسبة لييرفيسة بالحلبة ضروري ضرور ضغط على الدجاج خطل ما يوصل لي غليان اللي غادي نضيفه يوصل لي حتى الورك ديالو كيفكتشوفوا معايا كتبقى جاج عريانا من الفوق من نغطسوهش في الماء غير الجهد لي طيب لنا حتى اللي فقد وكنديرها على نار وكنخليها جي فيها الغلية وكنبقى كنقلب هاديك الدجاج كل شوية كنقلبو 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 حتى كيشرب لي دياليك العطرية وتغلى لي المرقام زيان يعني مني كنحسبي شرب العطرية كنضيف يكون لغفو في كاس ديال زيت الزيتون ممكن تخلطه مع زيت المائدة ولكن زيت الزيتون هو رفيسة يعني السمن وزيت زيتون هم السر الذهب varit في وجواء الجمع احلى منا احلى منذ الطيب بالفقد مشروع غير صب teas و الدواء حتى على سبيط انك سudos pretty bad نت trimmer الزlett الي اطلب الزيت من الماء والجمادة كان츠 عن ع ét الاطفال ان يقوم بكل جمع تغير سوم بتقابر الزيت وMatthowi لا يجب ان يبدأ يتفرتت حيث اذا بدأ يتفرتت الججرة تكون مات قشد لكم الشكل و سأجي من بعض سوف نحيض و انا وريتكم جميع طرق التحياد اما تهزوه بحلكة ملعقة خشبية تحكموه فيه و اذا كانت سيدة مبتدئة ف سوف تدير غير تبصيل و تهزوه نصراحة التبصيل تجيني عملية كنحيض هذه كربطة لدي المادنوس و غادي نخلي هذيك المرقة ديالي البصلارة بقى مغرزة شوية غادي نخليها حتى الطاح جانبا كنكون مرقدة واحد لعدس مدة ديال ساعة او لساعتين باش كيبقى ليا الغشا ديالو ما كيت ترتقش ليه من كيطيب كنصفه من هذك المو كنضيف ليه الملح كنضيف ليه هكا الزنجبيل كنضيف ليه الكوركم كنضيف ليه الفلفل الاسود اللي هو اللي بزار تقريبا معلقة من الكوركم و معلقة نسكن جبير مسوحين و نسمع القديل اللي بزار و شوية ديال العطرية ديال المساخن و غادي ندير معا حبة ديال كركوغبة ديال التوم باش تطلق ليه فيه النكهة و التوم الاخر غادي نطيبه بوحده حيث كي ترافق مع رفيزة كي اللي كيبغي غادي نزيد ليه من المرق اللي كي يكون عندي كي يغلى جانبا و هذك توم حتى هي غادي ندير لها المرق و نطيبها بوحده باش بقى ليه شد الشكل دياله ما نطيبه بوحده مع المرقب في الجاج باش كيف كتليكم متبقى شد الشكل و متتفرقاش ضغيكة طيب العدس كنطيبوها كعريا ما نغطيوش عليه مره مره كنحركوه باش كي يبقى بالغطى دياله يعني كسبقى كله حبة بزلا بيسا صافي و كنوضعوها زانبا كناخدو التفايا منسبة للتفايا ما غاديش تكون بسكار غا تكون مع سلال راسها كيف غا تشوفو معاي ضفت لها الملح اضفت لها الزنجبيل اضفت لها الكركم تقريبا معلقة صغيرة واحدة المكعب ديال الضويمة ديال الزعفران و كنضيف شوية ديال البزار و كنضيف من المرق كنضيف المرق الجهد اللي غادي غادي غطيها طبعا الملح اللي حسب الضوغ و غادي نبدأ نحرك و نزيدو شوية ديال الزيت هادي نحركو مزيان هاد المكونات حتى تتتحرك لي و نغطي عليها و نبقى مرة مرة نحركها حتى كالطيح من نسبة المرافقات ف غادي نحتاج هنا المشماش مجفف و عندي الشريحة المشماش طفت له غادي لما شوية ديال ما رفيسة كي طيب ما عويد القرفة و الشريحة راقتها في المغلية لمدة ديال ساعة من بعد كنصفيها من هاداك المو كنضيف لها حتى هي عويد ديال القرفة و شوية ديال المو نضيفها على النار حتى نحسبها طاحت و ما بقى تشد في راسها هي رفيسة تهي كالطيب التفاية اللي مني كنحس بهاديك البصلة يعني طاحت غادي نضيف لها معلقة ديال القرفة ممكن تستغنوا عليها و نبقى مرة 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 نحركها و نتومها على حسب و بغيتوها دايبة و بغيتوها تبقى هكا شدة الشكل ديالها نتومها لكم الرغبة انا غطيت عليها وبقت مرة 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 نحركها حتى طاحت هاداك المشماش مني كي طيب كنضيف لي ملعقة حتى الملعقتين من السكر كنضيف لي ايضا شوية ديال مزهر و معلقة ديال الزبدة صغيرة و نخليه جانبا يتعسل نفس المقادر اللي درت مع المشماش 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 المجفف غادي نديرها مع الشريحة و كي اللي كي اضاف لها احتر لدك الكاس اللي درت انا ديال الماء في الاول كي دروا عاصر بورتقال لكم الاختيار انا بغيت نبقى غرف انك هادية الزهر مني كتتعسل لنا و كتنحسوا عدا كسيرو هكا كي يجي تقيل و هي مني كنهزو الحبه انتو ما كيف كتتوفو كتجي معسل و كتنفخ صافي غادي نوضعوهم جانبا دوزو للمرافقات الاخرى خديت حتى التمر مسحتو بزهرو حيتي العدم ديالو و عمرتو هكا بلوز اللي كي يكون مقلي بنسبة المرافقات فكديرو على حزاب الرغبة ديالكم ممكن تعمروهم عفون حتى بالعقدة كناخد البادي السمان كندوزو في حب الرشاد و كناخد الاخر كندوزو في البابو ممكن ندوزو في حبة البارك غير باشي زيدنا ما داق حب الرشاد ركيت واتع مع رفيسة خاصة إلا تبختوها كمع شوية المراق احتل حلبة طيبتها شوية كيف مدرت لتشوم ضفت لها المراق و خليتها طابت الجيش كندهنو بالزبدة مخلطة مع شوية ديال السمن و سندخلو التحمر يلا درتو التوصي أولى البلدي فحاولو انكم متحمروش هكا الرومي كي يبقى التحمر سناخد المسمن رفيسة سنقسموه على جوش سينيات و ندخلو مني يتحمر لي الجيش كندخلو غير يضرب فيه السهد الفران و يقرمش ليه واحد شوية كي يجي مقرمش حسن من هذك المفور حيث مني كتسقيه ما كيتعجنش و يبقى هكا شاد الجيش كيف كتوفو معي رحته هو تحمر غادي ندوزو لتقديم ديال طبق قبل ما نقدموه هذك المرقة اللي انا حولتها هنا في طنجرة صغيرة فاضفت لها زيت زيتون واضفت لها السمن ندرهم هما الاخرين عليهم نغلي المرقة و نسقي بها طبعا ممكن نزيدوا الماء لشو المرقة ديالكم ناقصة ندروا واحد ثلاثة ديال مغرفات في الأسفل و ندروا هكا لكي يجي مشرب حتى مل تحت يعني ما يجيش مشرب غير من بلاسة واحدة و نبدأ ندر طبقات ندر طبقه ديال المسمن و نسقيها و نعود ندر طبقه خرى ديال المسمن و انا غادة حتى نكمل الصحن ديالي و بالنسبة للعدس فممكن حتى هو ندره في الوسط انا فضلت ندر غير هذك المرقة اللي في هالبصلة بحلقة حتى نكمل طبقات من المسمن سقوة من بعد ندر هذك الدجاج في الأعلى و طرق التقديم فكل واحد يقدم بالطرق اللي يرتاح فيها أنا هذك الدجاجات حلفو ما فغي يجلسوا لي كنجلسهم و يميلوا و مهم ما قدت لهم هذك البلاسة حاولوا تحفروا لهم فين غادي تحطهم باش يبقوا شاعدين شكل ديالهم كيف ما درت لهم ذاب هذك البصلة اللي كنت عسلات كنديرها من الأعلى ديال الجاج بهالطريقة هذي و كندير عليها اللوس و كيف كنت لكم انا عطيتكم الطريقة ديالي ديال تقديم و ديال الرفيسة و انتم ما كنتم من التبرتاجوا معي طريقة ديالكم كيفش كتديروا له قدينا نزين الجواني بالمرافقات درت تمر درت شريحة و درت هذك المشمش المجفف عمرتهم بالقرقع بهالطريقة هذي و البيت ديال السمان درتوها كفدلعويدات و كنت كهم في الجناب باش منها كيبقوشات ديال منذر ديالهم و كيبقوشات ديالهم و كيبقوشات ديال في بلاسهم زينت ما بين كل جاجة هذيك الكركوبة ديال التومة و درت واحد كنواريكم يعني كل شي هنيا باش هذك اللعدس هذي نديرو فلوسط مع البيت ديال السمان و التومة ضفتليه هنيا اما كاس هات طويسة كندير فيها العسل فهي درته هنيا باش ندير فيها هذيك زليفة كتبقى شهده فلوسط صافي و كيجي هدو الطابق ديالنا كنتمنى هذي الوصفة اللي تقسمت معاكم كيف ما طلبتوها مني كنتمنى تعجبكم ارا سبق لي و درتها لكم من سنين غير حاولت اني نجدد فيها و نعطى وصفات اني تقنيات اخرى كنحبكم من كل قلبي و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته